اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنى دي كانت دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة عباد الرحمن الناس العظيمة اللي جاء الحديث عنهم في آخر صورة الفرقان في الجزء التسعة تشر طبعا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا سلام يبقوا أئمة أئمة للمتقين ده شرف كبير أوي أن يكون الإنسان تقيا عشان كده أنا أقول أما إني أتقاكم لله وأشدكم خشية شفنا عمر وهو ماشي في شارع المدينة بالليل سمع الستة بتقول لبنتها يلا يا بنتي هاته ماء عشان نخلط اللبن بالماء تلاها يا أمي أمير المؤمنين عمر نهى عن خلط اللبن بالماء قلت لها فينه عمر وعمر شايفنا درقتي عادت لها عمر في سابع نومة دلوقتي قلت لها يا أمي إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا يا سلام لما رب ولدنا على إنه الله ناظري الله مطلع علي إن أنا مترائب 24 ساعة إن الله كان عليكم رقيبة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وهو معكم أينما كنتم الذي يراك حين تقوم كل حاجة إحنا مترائبين 24 ساعة في 24 ساعة يبقى نستحي من ربنا سبحانه تعالى يبقى نخاف ربنا فعمر سمع الحوار الداير ما بين الأم وبنتها الدنيا بالليل ما فيش إنارة في الشوارع عمر علم البيت حط علامة كده وبالنهار عرف عرف مكان البيت وراح لعياله مين عايز يتجوز أنا عندي ليه عروسة زي الفل قال مينة ابنه قاله انت آه تتجوز تعال أنا هجيب لك عروسة حلوة وراح زوجه بنت باقعة اللبن البنت الجميلة اللي بتخاف ربنا هي دي اللي هتخاف عليها ويدي اللي تصونه بترعان عشان كده اشترعي شريف قال تنكح المرأة لأربع ايه اللي بيلفت نظر الرجالة في واحدة ست انه يرتبط بيها يا امه معاه فلوس يا امه جميلة يا امه ذات حسب يا امه عندها دين تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبيها لجمالها ولدينها طيب اختار ايه يا سيدنا النبي او اركز علي يا سيدنا النبي قال لي فاذفر بذات الدين تربت يدك خد اللي بتخاف ربنا هي دي اللي هتعيشك سعيد يعني تخاف ربنا ومش جميلة انا قلت لك كده برضو يعني النبي قال له انظر اليها فانه احرى ان يقدم بينكم لأ ناقي واحدة حلوة انا قلت لك ناقي واحدة وعيشها بس اقول لك ركز على الدين الدين مع الجمال والحسب والنسب والمال خير وبركة انما خدت التلاتة من غير دين صفر على الشمال ملوش قيمة خدت الدين ومع التلاتة خدت كل حاجة شوف الامام سعيد بن المسيب رحمه الله دخل بيته لأ بنته بتقرأ قرآن كانت حفظة قرآن كله قال لها طمينين يا بنت عمل ايه في كتاب الله احنا بقى في شارة قرآن عملين اقرأ قرآن قالت له يا ابي الحمد لله انا فهمته قريته حفظاه وفهماه الا اية واحدة في كتاب الله يعني تعرف معناها ايه قال لها ايه هي الاية دي قالت له قول الله تعالى ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ابتي هي بتكمل بقى قد علمت ان حسنة الدنيا الحسنة الاخرة هي الجنة اتنا في الدنيا حسنة يبقى في حسنة في الدنيا وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار قالت له ان عرف ان حسنة الاخرة هي الجنة فما هي حسنة الدنيا قال لها الزوج الصالح للفتاة الصالح واحد يخاف ربنا اه النهم هجوز واحد عشان فلوسه يا واخد عندنا بسر كده أقولك يا واخد القرد على ماله بكرة يروح المال ويفضل القرد على حاله عشان كده سألوا أحد الصالحين لمن تزوجوا ابنتك قال لهم للشاب الصالح الإنسان التقي اللي يخاف ربنا قالوا له ولماذا اش معنا قال إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها يبقى الضمان والأمان في المجتمع إن الناس تخاف ربنا عايز تتعامل مع حد عامل واحد بيخاف ربنا واتطمن على نفسك عشان كده ستنا مريم عليها سلامه الله لما تمثل لها بشرا سويا قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية إنما لو أنا رايح لوحد أبدا بيخافش ربنا وقول له خاف ربنا هيدحج أقول له اتق الله في أبعرفش يعني اتق الله فده أمر خطير جدا يا حضراتي ترجمة نانسي قنقر